يحضر معي في الستوديو الأستاذ العلوم السياسي والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الأستاذ سليمان أعراج أهلاً صباح الخير مرحباً صباحكم سعيد تحية طيبة لكم ولكل المشاهدين الكرام شكراً وعبر الهاتف سيكون معنا الكاتب والصحفي الجزائر المقيم بفرنسا على الدين بنجر أبدأ معك الأستاذ سليمان أعراج قراء تكليم جرى يوم أمس البعض كان يظن أنه بعد تنازلات الحكومة الفرنسية وماكرون خلال الأسبوع الماضي ستتوقف هذه الحركة حركة سترات الصفراء لكن أمس كان هو اليوم العنيف في درجة عنف هذه الاحتجاجات سترات الصفراء في الحقيقة الوضع في فرنسا بات مقلقاً وبات يطرح أكثر من تساؤل وأكثر من استفهام لما نتحدث على ربما الجمهورية الخامسة في فرنسا نتحدث على دولة المبادئ الحرية والمساواة وغير ذلك التي أقرتها الثورة الفرنسية اليوم لما نشوف حراك لطبقة عمالية وكأن المسألة تعيدنا إلى زمن أوروبا الإقطاعية وهذا يطرح أكثر من تساؤل وأكثر من إشكال ربما الإجابة عليه أو نقرنه أساساً بمسألة جد جوهرية وهي أنه اليوم القيمة السوقية للفرد داخل المجتمعات الغربية عموماً والأوروبية أصبحت أحد أهم الإشكالات التي تصنع عجزة سياسات الحكومة في التفاعل بإيجابية مع مطالب واحتياجات المجتمع اليوم داخل المجتمعات الأوروبية أعتقد لأن ما دفع إلى خروج هذه المواطنين الفرنسيين وإصرارهم وتمسكهم بمطالبهم وتعبيرهم عن رفضهم لسياسات حكومية أعتقد أن المسألة ليست فقط وريدة هذا القرار المتعلق بزيادة الضرائب هي مجموعة من تراكمات هي تراكمات فترات سابقة ربما قد تعود إلى بداية تشكل الكيان الاتحاد الأوروبي لأنه نعرف كلنا أنه منذ تحول فرنسا من الفرنك إلى اليورو مستوى المعيشة ارتفع وتغيرت الكثير من الأوضاع داخل المجتمع الفرنسي فهذه كلها عبارة عن إشكالات جعلت ووضعت حقيقة الحكومة الفرنسية في مأزق ووضعت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام مسؤولية تاريخية إذا لم ينجح في إدارة هذه الاحتجاب الفاعلية المطلوبة فأعتقد أن هذا الشيء سيؤثر كثيرا عليه وعلى تاريخ فرنسا على الخصوص بالحديث عن ماكرون الكل كان يتوقع أنه يلقي خطاب يلقي كلمة لتهدئة الأوضاع قبل يوم السبت لكن كيف تفسر تأخر هذا خطاب ماكرون البرحة فقط أطل علينا عبر تويتر وشكر عناصر الشرطة رأيت هذه التغريدة الساعة الحادي عشر ونصف ليلا غرد إمانويل ماكرون يشكر فيها عناصر الشرطة واحترافيتهم في التعامل مع إدارة الاحتجاجات لكن لو لاحظت الردود على تلك التغريدة كانت ردود شديدة وعنيفة صحيح فيها مواطنة فرنسية قالت تغريدة بدل خطاب سياسي تتوجه به إلى المجتمع الفرنسي وهو هنا ما يطرح الإشكال هل الحكومة الفرنسية عاجزة على تقديم إجابات حقيقية وفعلية للمطالب المطروحة دعني فقط الهشاشة داخل المجتمع الفرنسي بلغت هذا الحد الذي جعل الحكومة تعبر بصقة أو بأخرى ربما عن عجزها في إدارة هذا الحراك لأنه حتى طريقة تفاعل عناصر الشرطة مع المحتجين أعتقد أنه كان فيها نوعا ما مبالغة خاصة كان حديث عن استعمال بعض الأسلحة نتساءل في إطارها وقناة الصوتية نتساءل في إطارها هل هذه فعلا فرنسا في جمهوريتها الخامسة فرنسا الحرية فرنسا الديمقراطية لأسرط سليمان عراج وديه تعليق تفضل مهم جدا الإشارات التي قدمها الأستاذ علاء الدين وكما قلت يعني اليوم إشكال أعمق من مجرد هذه المطالب وإشاراته للحديث ماكرون يعني هنا ربما نلقي الضوء على من أتى بماكرون لأنه ظهور ماكرون في فترة واجزة تسويقه إعلاميا في أكبر المجلات والجواء السياسية وأيضا دعمه حتى ماليا لأنه ربما ماكرون نقول أن ماكرون هو مجرد إطار شكلي لصانع قرار فرنسي تتحكم فيه ولا مرتبط أكثر بلوبيات المال والأعمال في السوق العالمي أكثر لذلك اليوم تعمق الأزمة داخل المجتمع الأوروبي اليوم لما نتحدث على فرنسي يشتكي أنه راتبه المقدر بألف وخمسمائة يورو لا يكفيه يعني لشهر فهنا الإشكال والمشكل ليس لا يتوقف هنا نتحدث على الطلبة وانخراط الطلبة في هذه الاحتجاجات واليوم الواقع الفرنسي اليوم العزوف على كثير منه لدى الطالب الفرنسيين على الموضي والاختيار تخصصات لمدة تكوينها طويل لما نتحدث على الطب مثلا اليوم نجد طالب فرنسي يفضل أنه يكون أكثر عملية أنه كيف يحصل على الشهادة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت وهذا كله راجع إلى أهم إشكال كما قلت هو مسألة القيمة السوقية للفرد والتعامل مع الفرد كسلعة هو ما خلق هذه الأزمة وسيعمق الأزمة أكثر داخل المجتمعات الغربية والأوروبية على الخصوص باختصار أستاذ هل يمكن الحديث عن هذا المطلب ماكرون إرحل هل يمكن الحديث عن إسقاط ماكرون في هذا الوقت اليوم الخوف من أنه يسقط الاتحاد الأوروبي ككل اليوم لما شفت أنه أزمة الهجرة واللجوء زعزعت كيان الاتحاد الأوروبي خلقت تعليق العمل باتفاقية شينغن لمدة 15 يوم وأيضا مسألة الصراعات وتصريح وتصريح المضاد بين عدد من الدول الأوروبية هذا يطرح إشكال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أما اليوم تفاقم هذه الحركة المطلبية الاحتجاجية للمواطنين هم يعبروا على ربما تدهور المستوى المعيشي وكأن المواطنة الفرنسية يقول للحكومة لا تحملين باسم المواطنة الفرنسية أكثر مما أطيق طيب طيب سليمان أعراج يعني الطريق ممهد أمام الراديكاليين أو أمام المتطرفين اليمين المتطرف لإعتلاء سودة الحكم في فرنسا لو استمرت الأوضاع كما قال الأستاذ استمعنا على الدين بونجار جربنا كل شيء يسار الآن الموعد أمام اليمين المتطرف هذا خطر وإشكال كبير لا يجب إذا مضى في فرنسا فأعتقد أنه سيهدد الكيان الأوروبي ككل لأنه اليمين المتطرف لا يمتلك إجابات حقيقية وفعلية على الواقع ونخشى كل الخشية من أنه التضمر والاحتقان يقود هذه الفئات الاجتماعية إلى ربما معاقبة النظام نحو والارتماء في أحضان اليمين المتطرف وهذا من بين أهم الإشكاليات التي تجعل فرنسا اليوم حكومة على الخصوص مطالبة أكثر بمذل وتقديم إجابات فعالة وفورية للمطالب وأنه ضروري جدا أنها تدار هذه الاحتجاجات بالفاعلية وأن يتم تحكم فيها في أقرى فرصة لأنه كما قلت الإشكال فيما بعد ليس مثلا في ماكرون ربما عهدة واحدة ويتم وضح حد لوجوده مع تناقص شعبيت وما إلى ذلك لكن الإشكال مستقبلا وما يطرحه تصاعد اليمين المتطرف شاهدنا في إيطاليا في إسبانيا في كثير من الدول الأوروبية وهذا من شأنه أن يؤثر على المنظومة الأمنية ما يحدث في فرنسا لو نربطه بما يحدث في الجزائر مع سلسلة الهجرة الغير شرعية المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة واقع نراه كل يوم على شاشات التلفزيونات العالمية والعربية ما يحدث في باريس من مطالب اجتماعية من تنامي ظاهرة الفقر في فرنسا ولحد الآن الكثير من المعاوقات داخل المجتمع الفرنسي لكن رغم ذلك الكثير من الشباب الجزائري يريد الذهاب إلى هناك والعمل إلى هناك تناقض صحيح أعتقد أن هذه الفرصة هي سانحة وفرصة لتأكيد وأكبر إجابة على بائعي الوهم لشبابنا اليوم نتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حديث في تزايد الحديث على مسألة الحراقة وما إلى ذلك بشكل ممنهج وبشكل واضح أنه فيه عناصر الأطراف تحرك هذه الملف لهذه القضية لشكل ضغط لكن أنا أعتقد الرسالة التي يجب أن نقدمها لشبابنا اليوم الصورة واضحة والصورة هي أكبر تعبير يعني اليوم لما نشوف مواطن فرنسي أبا عن جد يشتكي سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا فأعتقد أنه من العقل ومن الحكمة أنه نفكر أنا كشاب أني يعني أعيد النظر في كثير من الخيارات وأنني خليني نقول بالعامية أني نحمد ربي على النعمة لنا فيها صحيح صحيح أنه كل مجتمع وفيه نقائص وفيه إشكاليات فيه كثير منها لكن هذه ليست مدعاة للانتحار شفنا والدروس احنا تحدثنا على أنه كفاح آباءنا وأجدادنا كانوا في الميزيرية كما يقولوا في الهم ولكن حربوا المستعمر وخرجوا المستعمر بعازمة والإرادة نفس الشيء نحن اليوم ولا في الجزائر في مرحلة البناء الجزائر تحتاج إلى كل أبنائها وتبنى من خلال جميع أبنائها المطلوب من الشباب الجزائري أنه يكون يتحل بالوعي باليقظة وأن يمعل يعني العقل ولا يسير بخطأ وراء أوهام تباع في إطار خطاب العاطفة لأنه هذه حتى الجزائريين في فرنسا يعني يصنعوا الحدد خلال مسيرات متميزين الجزائريين دائما نشوفوا المشكلة